ثبوت دخول شهر رمضان يجب صيام رمضان بثبوت الشهر وهو يثبت بأحد أمرين إذن نحن نعن نصوم حتى ماذا حتى يثبت عندنا دخول الشهر دخول الشهر رمضان وهو يثبت بأحد أمرين لا ثلثة لهم إما برؤية هلال رمضان أو إكمال عدة شعبان ثلاثين إما أن نرى هلال رمضان فنصوم إذن في الغد وإما أن نتم شعبان ثلاثين أولاً فيما يخص رؤية هلالي رمضان إذن عندنا إما الهلال إما أن يكمال شعبان فيما يخص رؤية هلالي رمضان قال العز وجل فمن شهد منكم الشهرة في الياسم فمن شهد منكم الشهرة في الياسم من يدري منكم ما معنافه من شهد فمن رأ сделали أكثر المفسيرين على أن من شهد ليس من رأه بل من حضر الشهر حضره وكان موقيماً وليس بمريض بدلل فمن شهد منكم الشهر في جسمه بدلل ومن كان مريضاً وعلى سفر إذن الأول من شهده يعني كان في البلد حاضراً ومقيماً وليس بمريض ومن أديل عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتمه فصوموا وإذا رأيتمه فأفطيروا فإن غم عليكم فقدروا له رو البخاري ومسلم إذن وجدالة لما هي إذا رأيتمه فأصوموا وإذا رأيتمه فأفطيروا فيما يخص رؤية الهلال رمضان عندنا الشيط الأول إذا رأيتمه فأصوموا وعنه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين إذن نحن عندنا إما أن نرى الهلال وإما أن نتم العدة ثلاثين ثم نصوم في اليوم الذي بعده نعم مسألة معرفة الهلال يكون بالرؤية لا بالحساب معرفة الهلال تكون بالرؤية لا بالحساب قال الشيخ الإسلام في المجموع الطريق إلى معرفة الهلال هو الرؤية لا غيره ما فيش طريق أخرى وضبط ما كان طلوع ضبط ما كان طلوع بالحساب لا يصح نحن نعلمنا مثلا الآن فيه بعض الزنامات مثلا من الآن بعد ثلاثين سنة يقول لك وقتش يكون رمضان يعني في 2021 في 2060 ومعرفين وقتش يكون رمضان هذا يقول لا يصح فإن نعلم بالإلطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم والحج أو العدة أو الإله كلام شيخ الإسلام أو غير ذلك من أحكام معلقة بالهلال بخبر الحاسب لا يجوز والنصوص المستفيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرا ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة 29 ومرة 30 الشهر هكذا وهكذا قال الشيخ الإسلام وقد أجمع المسلم بذلك عليه يعني أنه لابد من رؤية أو إتمام شعبان كم ثلاثين ولا يعرفه خلاف قديما أصلا ولا خلاف حديث إلا عن بعض المتأخرين من متفقه أنظر ليس من الفقهاء متفقه تزعمون الفقه نعم الحديثين بعد المئة الثالثة بعد المئة الثالثة يعني الصحابة والتابعين تابع التابعين جواز الظهر والجماعة في جواز أن يعمل الحاسب في نفسه بالحساب وفي نفسه ليس يعني يفتل الأمة وهذا شاذ شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه لكن لا يمنع هذا أن تكون هناك مثلا آلات متطورة جدا يستدلوا بها على مثلا رؤية الهيلات متطور جدا بحيث يمكنك أن ترى نعم أما الحساب مثل في بيتك أو في المخبر وتحسب وتقول رمضان يكون في اليوم فلاني أو في شهر سنة يكون في كذا 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 هذا كله ليس من عمل السالف ترجمة نانسي قنقر